أنا أخونا عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا عبد الرحمن حياكم الله أول مرة أكلم طبيلة الشيخ الإعراب الله وعطة في برنامه ضع بصمتك حبيت ضع بصمتي حول موضوع السجون يا طبيلة الشيخ هناك شخص طبعا وطط النبي بأنه كان يبيع ويهدي القموم طيب هذا ليس 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 بارك الله بك ليس حلقتنا يا شباب ليس موضوع حلقتنا نحن نتكلم عن السجون وما يتعلق بها وكيف أننا نستطيع أن نضع بصمة سواء بتسديد الدين عن السجين أو إلقاء المحاضرات في داخلها أو أحيانا ربما يستطيع الإنسان أن يقيم مسابقات بينهم إذا كان الأخ مثلا يستطيع أن يقيم شيئا من ذلك يمكن أن يشارك به أما القضايا أنزل الله تعالى عليهم تحريم الخمر فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس يخبرهم بتحريم الخمر وجعل الناس يطوفون إن الله حرم الخمر جعل الناس يسكبون الخمر من جرار عندهم في جرة كان الخمر وكربة جعلوا يسكبونه في الطريق فلو كان نجسا وجعلوا يخوضون بأقدامه ويذهبون ويصلون في المسجد فلو كان نجسا لما جزلهم أن يسكبوه في الطريق لأنه لا يجوز أن تمتلئ الطرق نجاسات هذا دليل من الأدلة أيضا أن أحد الصحابة كما عند ابن عبدالبر وغيره جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم براويتي خمر قبل أن يعلم بتحريمها الصحابة كانوا إذا سافروا بعضهم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا بثياب حرير لا يعني أنك يا رسول الله البسها لكن يهديها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشاء فجاء هذا الرجل براويتي خمر وكان الخمر عندهم قبل تحريمه مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله لكن ربما يهديه أو يبيعه ترجمة نانسي قنقر